اول فكرة نستخدم علبة شامبو بالشكل ده اول فكرة نستخدم علبة شامبو بالشكل ده هشيل الاستيكار اللي موجودة على العلبة وحدد كده الجزء اللي انا عايزة من العلبة من عدو نقص العلبة كده بالذات هيجي اعمل خط كده من قدام هيبقى خط مزبوط هطلع بالشكل ده كده من الجنب من ضهر العلبة زي ما احنا شايفين كده وبمشي لحد الغطة وبرده بحدد كده بقلم يكون واضح معنا عشان يسهل معنا بعد كده ان احنا نقص الجزء ده مزبوط هبتدي بعد كده ان انا استخدم القطر وعند الجزء اللي انا حددته ده بمشي عليه بالشكل احنا شايفينه ده عشان نقص الجزء ده زي ما اتفقنا يطلع معنا مزبوط من الاول استخدمت في الاول للقطر وبعد كده بدأت ان انا نقص باقي الجزء اللي عندي في العلبة باستخدام المقص وبنضف العلبة كويس جدا لان احنا هنستخدمها بنفس اللونها فمشي هايزين اي لون تاني يكون موجود على اللون الابيض بتاع العلبة نفسه ومن الجزء اللي في العلبة كده من الظهر هبتدي ان انا ايجي من عند الزاوية من فوقه باخد شكل دوران كده بسيط 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 بردو الجزء البلاستيك اللي هو في الجنب لو في اي زي ده بردو هنبدأ ان احنا نقصها ومن الظهر كده بسيب حوالي 2 سنتي منع الحرف وبيجي اعمل خط كده زي ما احنا شايفين بوعمل خط تاني بسيب المسافة بردو هتبقى واحد سنتي تقريبا من كل خط والتاني يدوبها عن الخطين بس وهيجي عند الجزء ده وبيبتدي ان انا افتح مكانهم كده بالقطر لخطوط اللي احنا بنعلمها دي عشان توضح معنا وكمان تسهل معنا ان احنا نقص الجزء ده يكون مظبوط معنا استخدم بعد كده أستيك او اي شريت تازين بالشكل اللي احنا شايفينه ده انا انا استخدم شريت تازين وبردو هو يعني بيمط شوية بيبقى واخد معي بردو شكل الاستيك بعديم الشكل ده كده من الفتحة اللي عملتها في العلبة من فوق وبردو ببتدي ان انا اعديه كده من الظهر وبعدي الاستيك زي ما احنا شايفين كده او شريت تازين اللي احنا نستخدمه اي ان كان بنعديه من الفتحة التانية ياخد بقى مقاس القفلة كده بتاعة العلبة ولو في اي زيادة هبتدي ان انا قصها بحديد الجزء اللي انا عايزيه بعد كده هبتدي ان انا قلبها على الظهر زي ما احنا شايفين كده وهستخدم هنا القلبة والخيط وده طبعا عشان يدي معينا نتيجة احسن وبخيط الجزء ده بنخيطه على الظهر زي ما احنا شايفين كده خيطها عادية خالص بعد كده هبتدي ان انا قلبها بكل سهولة هتقلب معينا برضو هيبقى الشكل معينا مظبوط لان احنا خيطنا على الظهر وهنقفل بيها العلبة بالشكل ده هنستخدم بعد كده خارزة صغيرة او ممكن وردة صغيرة اي حاجة كده تكون عندك من تكة قديمة ولا حاجة هنبتدي نسبتها بالشكل ده عند الجزء اللي هون من فوق ونقدر نستخدمها بقى بالشكل ده كده للنقود فاكرتها حلوة جدا وكمان بسيطة وسهل ممكن برضو ان انت تستخدميها للدبابيس والقبر ممكن تحطي فيها اي حاجة بسيطة انت عايز تخليها معيك في الشنطة هي ما بتاخدش مساحة وبردو استخدمنا هنا التزليم بسيط ممكن كمان نستخدم جيركن الشوار او جيركن السامونة اللي بيكون عندنا الجيركن البراستيك ده فكرة حلوة جدا وكمان هتنفعل جدا في البيت هنبتدي كده نحدد بقلم تحديد برضو يكون واضح معانا وده بيسهل زي ما اتفقنا ان احنا نقص الجزء اللي حددناه بكل سهولة هيجي كده من عند نص الجيركن من تحت اليد ويبتدي اعمل خط كده بسيط يكون خط عادي جدا بس هيجي من عند الجزء اللي هو من فوق اليد كده وبمشي بزاوية بسيطة هنشوف دلوقتي ليه كل حاجة بنعملها بيكون لها استخدام او فكرة كده مختلفة هقص الجزء اللي حددته على الجيركن وطبعا احنا حددنا جزء كده على الجيركن الاول هيبقى نفس الكلام من الظهر يعني هيبقى الهوشة زي الظهر بالظبط همسع بقى مكان القلم ولو في عندي الاستيكر طبعا هنبتدي ان احنا نشيله بنشيل الاستيكر ده بكل سهولة بان احنا نفتح عليه المياه السخنة ومياه السخنة قوي هيطلع معاك بكل سهولة وباستخدام مستدس الشامع نعمل فتحة بالشكل ده كده من الجنب عند الجزء اللي هو الطويل شوية الجزء العالي اللي خلناه من الجيركن فابتدي ان انا اعمل فتحة كده بكل سهولة باستخدام مستدس الشامع برضه من الجنب التاني بنفس الطريقة هتسهل معانا جدا وبرده هتتعمل بكل سهولة استخدم بعد كده استيكر يكون عليه وردة واي شكل مفيش مشكلة ممكن تستخدمك تبقى قديم وتطلع منه رسومات وتبدأ يتفرغيها بالشكل ده كده مش تاخد معك اي وقت وكمان هتبقى موفرة بالنسبالك لو لقيت تهولة موجودة عندك هنبتدي احنا نقص كده الاشكال اللي احنا خدناها من الستيكر وبعد كده استخدم الورنيش المائي بيكون موجودة عند الموين ويبقى اداة تثبيت للرسومات دي حلوة جدا ممكن تستخدمي الغرر ممكن تستخدمي يعني الشامع مفيش مشكلة استخدمي الحاجة اللي تبقى مناسبة بالنسبالك هستخدم طبعا الاول من الورنيش على العلبة نفسها وبعد كده بثبت الصورة او الشكل اللي عندي طبعا انه هنا مستخدمها استيكرę في ظهر وهو لازق شلت الظهر الذي على الاستيكر كده عشان ابتدي استخدمها على طول ديركس على العلبة وهستخدم بعد كده طبقتين من الورنيش بده بها الصورة من فوق وبدو بنسبت الصورة كويس جدا ومجم header من الورنيش دة بينشاف معنا بيدي معين ننتيجة حلوة جدا وكمان بيدي معنا لمعة ونقدر كمان ان احنا هنخسل العلبة بعد كده باستخدام المية ماريش مشكلة مش هيقصر خلص على الصور هتفضل زي ما هي نستخدم مارد وجوزئين تاني كده من الورود وارده من الستيكر وابتدين انا اوزها بنفس الطريقة بنحط طبقة الاول من الورنيش وبعد كده بنسبتها الطبقة فوقيها من الورنيش زي ما احنا شايتين كده هنسيبها شويتين شايف ممكن ساعتين ولا حاجة هنستخدم بعد كده خيط المكرمية ونسبته بالشكل ده كده على العلبة المفهوم او اي شريد تزيين مفيش مشكلة الخامات اللي احنا نستخدمها النهار ده في الفيديو هتبقى خامات بسيطة اوي اوي بس التزيين يعني بيفي معنا في الشكل النهي هنستخدم بعد كده علبة وارده من علبة بالشامبو بقسمها بالشكل ده كده بالطول بقسمها بالنص بالزبط يعني لو عندي العلبة 20 سنطي بنقسمها لجزئين بنخليها 10 و 10 وبعد كده بنحدد الجزئ ده كده باستخدام قلم يكون واضح معنا بنشيل بعد كده الاستيكر اللي على العلبة من قدامه كمان من الضهر ونبدأ بقى ان احنا نقص الجزئ ده هنستخدم هنا القطع في البلسك ده بيكون تقيل شوية نفصل الجزئين كده بالشكل اللي احنا شفناه وبعد كده هنبدأ نستخدم برضه نفس الخيط اللي احنا استخدمناه في تزيين العلبة بسبته بالشكل ده كده على الطرف من فوق وعلى ظهر العلبة بالشكل ده كده بنحط كمية شمعة تكون كتير شوية وبعد كده بنسبتها بالشكل ده كده في الجنب الجنب او الجزئ اللي احنا خدناه من العلبة وخلناه اعلى شوية من الجزء اللي هو من قدامه بنسبت برضه الجزء التاني كده من علبة الشمبو وارده بالشكل اللي احنا شايفينه ده بكمية شمعة تكون كتير شوية بنستنى لحظات لحد ما شمعة يمسك معي بنستخدم من نفس الخيط 3 اجزاء وبنعمل شكل الدفيرة ودي سهلة طبعا زي ما احنا متعودين مع بعض هنبتدي ان احنا نضفرها وبعد كده بنسبتها منع الطرف هيجي كده من عند الجزء اللي احنا خرمناه من العلبة بالشكل ده كده وبخليها اوسع شوية وارده بعدي مسدس الشمع منها وهنبتدي ان احنا نعدي الخيط زي ما احنا شايفين كده وبنسبته باستخدام نوطة شمع بنستنى لحظات لحد ما شمعين شاف معينا هيبقى عندي بالشكل ده نقدر بقى نستخدمها كده كمنظم في الحمام ممكن استخدميها الفرش للأسنان وكمان المعجون والهندوش والحاجة اللي احنا بنستخدمها يوميا في الحمام كمان ممكن استخدم الجزء اللي احنا خدناه من الجركن اللي هو الجزء اللي في النص ده في ان احنا نحتفظ فيه بفوقت الوشي مثلا هيبقى حلو جدا وكمان مش هياخد اي مساحة معيك ويبقى شكله حلو كمان لو عندك الغطيون اللي بيكون بالشكل ده هنستخدمها بفكرة حلوة جدا هبتدي كده ان انا استخدم غطيين هيكونوا بنفس المقاس بالزبط وهستخدم هنا خيط الخيش بسببته بالشكل ده كده بنقطة شامعة من النص وبعد كده بنبتدي ان احنا نغلف فيه الغطا كله وممكن هنا استخدمي اي خيط موجودة عندك زي خيط الصوف مثلا ببدا بيدي معانا نفس النتيجة ممكن تستخدمي اي بواقع خيط موجودة عندك خيط مكرمية او اي خيط اداري برضو ان انت تستخدميه الفكرة دي هبتدي كده ان انا اغلف الغطا كله بالشكل ده كده من الظهر وكمان من الجمب ومشي كده لوليع بسيطة على الخيط عشان التنسيل اللي بيكون فيها هستخدم كمان علبة شامبو هنا فاضية وهبتدي ان انا اشيل الجزء اللي هو كان عند الغطا من فوق وبعد كده هبتدي ان انا اعمل فتحة بالشكل ده بطول العلبة من الجمب بس ابتدي ان انا على الحرف حوالي اتنين سنتي او تلاتة سنتي ده هخليه زي ما هو بحدد شكل مستطيل زي ما احنا شايفين كده بقلم يكون واضح بس هو الحجم نجيه صغير شوية فهبتدي ان انا ازود شوية حوالي اتنين سنتي كده من الجمب وبرده ببتدي ان انا افرغها باستخدام القدر الجزء اللي قصناه من العلبة شامبو كده بالطول هياخد كده جزء منه وهبتدي ان انا اقفل الفتحة اللي هي عندي لشلناها مكان الغطا بياخد كده جزء يدوب على قدها بالزبط وبس ثبته باستخدام الشامب بقفل عالي كويس جدا هيثبت معانا برده بكل سهولة ويتقفل كويس فابتدي استخدم بعد كده خيط الخيش وهنبتدي ان احنا نغلف بقى الجنب بتاع العلبة ثبتت الاول طرف في الخيط زي ما احنا شايفين كده وبعد كده هبتدي ان انا نألفه حوالين الدوران وابده بنحط شامع وسيط جدا عشان يتغلف معانا بكل سهولة وكمان هيدي معانا شكل حلو جدا مش عندك خيط الخيش ممكن تستخدمي اي خيط صوف او خيط مكرمية اي خيط موجودة عندك تقدر تستخدمي ممكن كمان تعمليه سلسلة اللي هي الضفيرة ديت وتبدأ ان انت تغلف بيه العلبة او شكل العلبة هيبقى حلو جدا ونفس الكلام من الناحية التانية ببتدي ان انا استخدم برضو نفس الخيط وبنغلف بيه العلبة او جنب العلبة من الناحية التانية هدي معانا شكل حلو جدا وجمان برضو التزيين ده سهل جدا وبردو نقدر ان احنا نستخدم بدايل كتير لي هنبتدي ان احنا نستخدم برضو جزء صغير كده من الخيط وبنسبته بالشكل ده كده على الفتحة اللي احنا عملناها في العلب هنيجي بقى عند الغطيين اللي احنا غلفناهم باستخدام برضو خيط الخيش وهنبتدي نسبتهم بالشكل ده كده في الضار وهنخليهم في النص يكونوا قصاد برضو يقوا عندي بالشكل ده هيدوا علاو للعلبة هيدوا شكلوا حلوة جدا ممكن بقى نستخدم الفكرة دي اكتر من استخدام ممكن نستخدمها بالشكل ده كده كمنظم لبقر السلوتيب واللازل اللي احنا بنستخدمه وممكن كمان نستخدميه كمنظم للتوق والدبابيس وهتخليه كمان جول تورج ومش هيكون بايد ونقدر برضو نستخدمه بالشكل ده كده ديكور للورد شكله حلو جدا وكمان بسيط وسهل كل التزيين اللي انا استخدمته هنا تزيين بسيط وكمان غير مكلف عشان برضو اللي مش حابي بيستخدم حاجة فيها تكلفة عالية برضو هنقدر ان احنا نستخدم خامات بسيطة وتبقى موجودة ومتاحة عندنا ومش هتكلفنا اي حاجة ونقدر كده نستفاد من الحاجة اللي بنبنيها كمان ممكن نستخدم علا بالشوم ودي فكرة حلوة جدا وكمان عملية ببتدي كده اشيل الغطة بتاع العلبة وده ممكن نستخدمه استخدام تاني خاص هشيل الجزء اللي هو كان فيه الغطة من فوق وده هستخدم هنا سكينة تكون سفنة وبقى قص الجزء ده عشان نتشال معاها بسهولة لان الجزء ده بيكون تقيل شوي هبتدي بعد كده ان انا اشيل الاستيكر اللي على العلبة ممكن تخليه مفيش مشكلة لو انت حق ممكن برضو نستغنى عن التزيين اللي احنا نعمله ده كله وما تستخدميش اي حاجة برضو شوفي الفكرة وتقدر تنفذيها بالحاجة اللي تحبيها بس طبعا التزيين بيفق معنا فصلت كده الجزء اللي كان في العلبة من فوق سبت حوالي 3 سنتي وقصيت الجزء ده هنستخدمه برضو فاستخدم هنا بقى قماش ممكن طرحة قديمة واي قماشة موجودة عندك الحاجات اللي احنا بنستخدمها في عادة تدوير الملابس دي كلها بتبقى ويزة كلها ويزة يعني اكيد الواحد مش غير طلعه يجيب حاجة سليمة او بتتلبس او تمام وقويسة ويقعد يقطع فيها استحالة فهنبتدي برضو ان احنا نعمل هنا اعادة تدوير الملابس خدت جزء صغير كده من القماشة قديمة وبدأت ان انا اغلف بها العادة طبعا الخطوات بينها قدامنا انا هنا استخدمت فوم قفلت الجزء اللي من فوق واستخدمت برضو جزء تاني من الفوم وده تأغلفه بالقماش وبثبته بالشكل ده كده على طرف الجزء التاني اللي احنا قصناه من العلبة هيجي برضو عند الجزء التاني وهياخد جزء كمان من الفوم بغلفه برضو بنفس القماش وببتدي ان انا اثبت الجزء ده في العلبة من تحت لو انا بتكلم بسرعة شوية فده عشان خاطر انا بعمل اكتر من فكرة في الفيديو وعايزها توصل تبقى الفيديو مش طويل ومش ممل الناس متزهقش منه اللي حابب يقلل سرعة الفيديو شوية هيلاقي في الاعدادات السرعة اقل ممكن نخليها اقل ونقعد نشوف الحاجة براحتنا وعلى مهلنا زي من حال قل هنا استخدمت برضو تزهيم بسيط جدا من خيط الخيش ممكن استعوضيه او استخدمي اي حاجة تانية خيط صوف او اي خيط موجودة عندك هيبقى برضو شكله حلو هيدي نفس الغرض انا هنا بس بحاول ان انا اغلف شكل العلبة مايبقاش باين عندي ان هي علبة شوم غلفت كده الجزء اللي من فوق ادي شكل حلوي جدا معانا فامشي كده على الخيط ده بالولاع عشان بيبقى فيه تنسير بسيط بيبقى شكل مش حال هيدي كده معانا شكل احلى وهي شكلها يتضبط معانا وبعد كده هبتدي ان انا استخدم العلبة دي في ايه ممكن نستخدمها جباب للنظارة ممكن طبعا احنا نستخدمها استخدام داني لو انت حابة مش حابة تستخدميها جباب للنظارة ممكن تستخدميها مقلمة ممكن علبة للميكب اللوج الحاجات الباصلة انت بتستخدميها ممكن مقلمة زي ما احنا شايف دي